أهلاً وسهلاً فيكم بالمحاضرة الثالثة من دورة أساليب التكلفي الحديثي اليوم رح نحكي عن أسلوب التكلفي على أساس النشاط ورح يكون فيه مثال تطبيقه مشان يكون الأسلوب واضح بالنسبة لكم بالمقطع الأول رح أحكي عن تعريف التكلفي على أساس النشاط هي طريقة محاسبية بتسمح بجمع البيانات حول تكاليف التشغيل الخاصة بالشركات وتخصيص هذه التكاليف لأنشطة معينة ومن ثم الأنشطة المرتبطة بمنتجات وخدمات مختلفة هو نظام يستخدم لزيادة الدقة في حساب تكلفة كل منتج والدقة في تحديد طلب الأنشطة المختلفة لموارد المنشأة واستهلاكها لهذه الموارد ومن ثم تخصيص التكاليف على المنتجات المتنوعة وتشكيلة العملاء في ضوء مسببات التكلفي المستخدمي وليس على أساس حجم الإنتاج هذا النظام بيساعدنا على حساب تكلفة كل منتج بدقة أكثر عن طريق تحليل الأنشطة وتحديد استهلاك كل نشاط للموارد الخاصة وبالتالي بيقوم بتوزيع التكاليف على أساس نسبة استخدام على أساس استخدام كل منتج من هذه التكاليف وليس على أساس حجم الإنتاج مثلاً عنا خطين إنتاج خط إنتاج بينتج خمسين ألف وحدي وخط إنتاج قام بإنتاج ثلاثين ألف وحدي بأسلوب التكلفي التقليدي منوزع التكاليف الصناعية الغير مباشرة بحيث أنه خط الإنتاج اللي أنتج خمسين ألف وحدي رح ياخد النصيب الأكبر من التكاليف بينما بأسلوب التكلفي على أساس النشاط بيقوم بتوزيع التكاليف بشكل دقيق أكثر يعني على حسب نسبة استهلاك كل خط إنتاج من هاي التكاليف الصناعية الغير مباشرة أهمية نظام التكاليف على أساس النشاط يعمل على تنظيم الأنشطة وعلاقتها مع التكاليف الخاصة بالمنتج بيساعد على إزالة الأنشطة الغير ضرورية والاهتمام بالأنشطة اللي بتلبي رغبات المستهلكين بما أنه نحن بهذا الأسلوب عم نحلل الأنشطة رح يبين معنا شو هي الأنشطة اللي عم نقوم فيها وما عم تضيف قيمي للمنتج أو ما عم تضيف تلبي رغبات المستهلكين وبالتالي منزيلها أو منقوم بإزالتها من العملية الإنتاجية يساعد على زيادة التركيز على التكاليف الحقيقية وتحسين العمليات الإنتاجية يعمل على تحليل الربحية المتحققة حيث أنه يهتم بنوعية الزبائن والمنتجات التي تحقق أعلى عوائد يأخذ الكلفة المستهدفة بعين الاعتبار عند تصميم الإنتاج أسلوب التكلفة على أساس النشاط بحاول أنه ما يخرج عن كلفة الهدف اللي نحن حطيناها وقت صممنا المنتج والعمليات الإنتاجية هلأ بالمقطعة الثانية رح نبلش بتطبيق نظام التكاليف على أساس النشاط والمقطعة الثالث أهلا وزارة ترجمة نانسي قنقر